وراء كل بندقية ترهب الناس سياسي إرهابي ليس عسكريا فقط بل سياسيا أيضا حزب الله اللبناني أصبح على قائمة الإرهاب البريطانية بعد مصادقة البرلمان البريطاني بغرفته على هذا التصنيف ووفقا لهذه المصادقة فإن لندن تعتبر الحزب بكافة تفرعاته منظمة إرهابية وعليه سيعاقب كل من يدعم أو ينظم أو يروج لميليشيا حزب الله حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة أكثر من عشر سنوات القرار البريطاني المتأخر سبق بتصريحات لوزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قال فيها إن ميليشيا حزب الله مستمرة في محاولة زعزعة الاستقرار في الوضع الهش أصلا في الشرق الأوسط مؤكدا أن بلاده لم تعد قادرة على التمييز بين جناحيه العسكري المحضور بالفعل والسياسي الذي يمثله الردود الدولية على هذا القرار جاءت سريعة من السعودية التي رحبت بتصنيف جماعة حزب الله منظمة إرهابية وحثت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب أما في لبنان حيث السياسيون ينطقون بما يهوى نصر الله اعتبروا القرار البريطاني أمرا يخص لندن وحدها ولا يعني بيروت في شيء الموقف اللبناني هذا بحسب مراقبين سيوقع حكومة الحرير الوليدة في أزمات داخلية وخارجية قد تصل إلى حد القطيعة الدولية وإيقاف المساعدات والتعاون معها خصوصا أن هذا القرار جاء بعيد مؤتمر وارسو عن الشرق الأوسط الذي تناول بشكل رئيسي الإرهاب الإيراني ودور ميليشياته التخريبي في المنطقة